كشفت تقارير غربية بأن خطط حليفة واشنطن لضرب العراق جاهزة وتمت مناقشتها التقارير بيانت أن الخطط حول أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الفصائل المسلحة وأشرت إلى أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على العمليات العسكرية في المنطقة وأضفت أن إيران قامت بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على ضربات حليفة واشنطن في إيران منوهة إلى أن الضربات ضد الفصائل العراقية قد تحدث في أي لحظة